السلام عليكم إن لله وإن إليه رجعون وفاة سامي سعيد لعب مطروح إليكم التفاصيل وأسباب الوفاة كما نشارت منظر قليل على المعاكة الإخبارية نتمنى قبل البدء لا تنسوا أدعاء للفقيد والموتانة وموت المسلمين جميعا برحمة المغفرة وربنا يلهم زوية الصبر والسلوان توفي سامي سعيد لعب فريق مطروح لأي مساء أمس السلساء الموافق الثاني عشر من ديسمبر العام 2022 وذلك بعد أن أصيب بهبوط الحاد في الدورة الدموية بعد أن ابتلع لسنة هذا خلال لقاء فريقه مع السلوم في اللقاء الذي أقيم مساء أمس السلساء بدوري القسم الثالث تعود الوقاعة لإفتطام سامي سعيد لعب مطروح في مدافع فريق المصر بالسلوم ليسقط سامي سعيد على الأرض ويبتع على لسانه فيما حاولى المصعفين إنقاذ اللاعب قبل أن ينقل إلى أقرب مستشفى في مدينة مطروح ولكنه للأسف فركة الحياة وتقدم مجلس إدارة نادي مطروح وجماهير بخالص التعازي في وفاة اللاعب سامي سعيد في لقائه أمام السلوم بالقسم الثالث اليوم داعين من الله أن يتغمده بواسع مغفرته وينهم أهل الصب والسلوان إن لله وإن إليه راجعون رحم الله اللاعب ورحم موتنا وموت المسلمين جميعا تابعونا ولا تنسوا دعمنا تابعونا لا تنسوا دعمنا